السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلم النهاردة عن الاله بوزة الحقيقة التاريخية لبوزة ليست مؤكدة تماما حيث توجد روايات مختلفة عنه من المصادر التاريخية والبوزية والغير بوزية ولكن مع ذلك هناك بعض الحقائق الاساسية اللي بتفق عليها معظم المؤرخين زي ايه هي ان ولد بوزة في القرن السادس او الخامس قبل الميلاد شمال الهند ان هو كان اميرة من سلالة اسمها الشيكة تزوج في سن التاسع عشر وانجب ابناء حاجة اللي بعد كده ان هو طرق زوجته وابنه في سن السادسة والعشرين وبدأ في البحث عن حاجة اسمها الحكمة بعد ست سنوات من البحث حقق بوزة حاجة اسمها التنوير تحت شجرة اسمها بودي بدأ بوزة بعد ذلك في تعليم تعليمه والتي اصبحت هي اساس البوزية لكن عايزين نقول بتختلف المصادر التاريخية في بعض التفاصيل حول حياة بوزة مثل تاريخ ميلاده ومكان ولدته وتفاصيل تجربته التنويرية مع ذلك في ان الحقائق الاساسية المسكورة واللي احنا قلناها قبل كده واللي اتفق عليها معظم المؤرخين لكن في حقائق تاريخية تانية باتفق عليها المؤرخين زي ان الاله بوزة كان رجل معتدل في سلوكه وكان يدعو الى اتباع طريق الوسط بين الملزات والعيش في الفقر كان بوزة معلم ماهر وكان بيستخدم مجموعة متنوعة من الاساليب التعليمية زي القصص والامثال كان بوزة مؤثر للغاية واصبحت تعاليمه اساسا لاحتى الديانات في العالم ولا يزال بوزة شخصية مسيرة للاهتمام ومحترمة حتى اليوم وتستمر تعاليمه في جذب الناس من جميع انحاء العالم وايجاد طريق للعيش بسلام وفي سعادة والديانة البوزية بتعتبر ديانة رئيسية في العالم حيث تعتبر رابع ديانة في العالم بعد المسيحية والاسلام والهندوسية وبيصل عدد الناس اللي بتتبع الديانة بتاعت بوزة دي لأكتر من خمسمية وعشرين مليون نسمة يعني أكثر من سبعة في المية من سكان العالم عايزين نقول أيضا أن مؤسس البوزية هو واحد اسمه بوزة والديانة دي تأسست في الهند عام ستمية قبل الميلاد في القرن السادس ويدعي بوزة أنه بتحقيق الإنارة تحت التنوير وأصبح معلم ديني يركز تعاليمه على فهم الطبيعة الحقوقية للحياة والتخلص من العذاب وتتألف فلسفة بوزة من الأربع الحقائق النبيلة والثماني مصارات للنجاح والتي تهدف إلى تحقيق التنوير والتخلص من دورة إعادة الميلاد وتكون بوزة تؤمن بأهمية التوازن والتحكم في الرغبات لتحقيق السلام الداخلي والتحرر الروحي ترك بوزة منزله وعائلته وذهب إلى البرية للتعامل وبعد ست سنوات من التأمل أدرك بوزة أن الحقيقة النهائية للوجود أن يكون مستيقص فبدأ بوزة تعاليمه للآخرين وسرعان منتشرت البوزية في جميع أنحاء الهند وتعرف البوزية بحاجة اسمها الدراما وتركز على سلاس حقائق سامية هي الحقيقة الأولى أن هي الحياة مليئة بالألم والمعاناة والحقيقة الثانية السبب الألم والمعاناة هو الرغبة والحقيقة الثالثة يمكن التغلب على الألم والمعاناة عن طريق القضاء على الرغبة تدعو البوزية اتباحها إلى طريق مصار سماني والطرق النبيلة وهو مصار يؤدي إلى التحرر من الألم والمعاناة ويشمل المصار الآتي هو الفهم الصحيح والقصد الصحيح والكلام الصحيح والعمل الصحيح والحياة الصحيحة والجهد الصحيح والتركيز الصحيح والتأمل الصحيح وانتشرت البوزية في جميع أنحاء أسيا واليوم هناك أكثر من 500 مليون بوزي حول العالم تستند البوزية إلى مجموعة من المبادئ اللي منها عدم العنف فتدعو البوزية إلى عدم إيزاء أي كائن حي بما في ذلك البشر والحيوان تدعو أيضا إلى التسامح فتدعو البوزية إلى التسامح مع الآخرين حتى الذين يختلفوا معك وتدعو أيضا إلى الرحمة فتدعو البوزية إلى الرحمة تجاه المخلوقات الحية جميعها وتدعو أيضا البوزية إلى اللاعنف فتدعو البوزية في جميع الأوقات اللاعنف حتى في مواجهة الظلم والظالم تدعو البوزية أيضا إلى الصدق مع جميع الأوقات وفي جميع الأوقات حتى لو كان الصدق صعبا تدعو إلى الفضيلة والعيش في حياة كريمة وفاضلة أصبحت البوزية الديانة الرسمية في العديد من البلدان الأسيوية بما في ذلك الصين واليابان وطيلة وسريلانكا ترك بوزة منزله وعائلته في سن 29 عام بحثا عن الحقيقة وبعد ست سنوات من التأمل أدرك الحقيقة النهائية للوجود ورقب نفسه باسم المستيقظ بدأ بوزة في تعليم تعليم الآخرين وسرعان منتشرت البوزية في جميع أنحاء الهند وتوفى سنة 483 قبل الميلاد عن عمر يناهز الثمانين عام كان البوزة تأثير عميق على العالم لقد أسس دين جديد ونشر تعليمه في جميع أنحاء أسيا وطور مبادئ أساسية وأصبحت هناك قيم أساسية للبوزية ترجمة نانسي قنقر